اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار من قناة حضر موت والبداية بابرز العناوين لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تتابع تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا وما يمكن اتخاذه من اجراءات محافظ حضر موت يطلع وفد وزارة الداخلية على البناء والعمار للجيش والامن بعد عملية تحرير الساحل من الارهاب عشرة اعوام من الحياة عمل تمكينا للشباب اقتصاديا ودفعهم لسوق العمل الشاب احمد الصانع لم يمنعه المرض من مواصلة تعليمه الجامعي وتحقيق اهدافه الشخصية من جديد اهلا بكم تابعت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على ضوء اعلان منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد اوميكرون وما يمكن اتخاذه من اجراءات لتفادي انتقال المتحور الى بلادنا وشددت اللجنة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المنفذة في المنافذ وكلفت وزارة الصحة العامة والسكان بمتابعة التطورات واتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة في هذا الجانب واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا وانحسار اعداد الاصابات المسجلة بشكل ملحوظ وخطط الوزارة لاستمرار الجاهزية ورفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع اي طارئ أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يوم الثلثاء الموافق الثلاثين من نوفمبر إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لجلاء آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن وأعربت الوزارة عن أسماء آيات التهاني للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرسال من البحسني بمدينة المكلة مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش والوفد المرافق له واطلع المحافظ البحسني وفد وزارة الداخلية على الأضرار التي خلفها تنظيم القاعدة الإرهابي إبان سيطرتي على ساحل حضرموت في مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية والتدمير الممنهج لمؤسسات وقطاعات الدولة خصوصا أجهزة الجيش والأمن وفي ذات السياق قام محافظ حضرموت ومعه وفد وزارة الداخلية بزيارة إلى مبنى المستشفى العسكري واطلعهم على سير التجهيزات الأخيرة لإفتتاح المستشفى وطافوا بمباني وأقسام المستشفى التي تضم أقسام الطوارئ والعمليات الصغرى والترقيد والعناية المركزة والعيادات الخارجية وكذا أقسام العمليات والوحدة التشخيصية والأشعة والمختبر بدوره أعرب العميد عبدالقوي باعش عن إعجابه بما عمل في حضرموت في الجانبين العسكري والأمني مثنيا على الجهود التي قامت بها السلطة المحلية في إعادة البناء والتأهيل لكافة ما تم تدميره من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي تفقد محافظ المهرى محمد علي ياسر سير العمل في مشروع خط الناقل للمياه بضواحي مديرية الغيظة واطلع على سير الأعمال الجارية في تنفيذ المشروع ومستوى الإنجاز الذي بلغ نسبته 40% في خطوط الضخ وأعمال الحفر والردم وتركيب الأنابيب نظمت كلية التربية بمحافظة شبوى حفلا توديعيا وتكريما لطلاب من الكلية بمساق البكالوريوس للعام الدراسي 2020-2021 والبالغ عددهم 150 و30 طالب وطالبة موزعين على كافة الأقسام الدراسية العاملة بالكلية وخلال الحفل هنأ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربو هشلى ونائب رئيس جامعة شبوى لشؤون الطلاب الدكتور خالد سريع الطلاب الخريجين بهذه المناسبة التاريخية في حياتهم متمنيان لهم التوفيق والنجاح في مهامهم العملية القادمة وشدد هشلى على ضرورة إيلاء التعليم في بلادنا الاهتمام اللازم الذي يمكنه من القيام بدوره المنشود في عملية البناء والتطور والرقي الملبية لآمال وتطلعات الوطن والشعب في شتى المجالات افتتح البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن أربعة مدارس مدرجية بمحافظة سقطرة كما تستوعب المدارس الأربع خمسة آلاف مائة وسبعين طالب وطالبة وتسهم في الحد من مشكلة نقص المبنى المدرسي وتكدس الطلاب وأشار مدير البرنامج السعودي بسقطرة المهندس صارق الزايدي أن البرنامج قدم أكثر من مائتين وأربعة مشروعات ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية ومنها في سقطرة في قطاعات الصحة والطاقة والنقل والمياه والتعليم والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يام السام 18 عبوة ناسفة كانت ميليشيا الحوثي قد زرعتها في مركز صحي وخزان مياه بمنطقة الضاحية التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وأكد قائد الفريق 26 المهندس سامي سعيد نزع 10 عبوات من فناء ومحيط المركز الصحي بمنطقة الضاحية و8 عبوات ناسفة من خزان المياه في تلك المنطقة جرى بمدينة سيئون حفل تكريم المشاركين في برنامج الحياة عمل بنسخته العاشرة الممول من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية بعد أشهر قضاها المشاركون بين أجندة الدورات التدريبية والتأهلية لتقريجهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديا بما يحقق لهم اكتفاءا ذاتيا وتوفير دخل مادي المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي تسعة عوام في مجال تحسين سبل العيش عاشرها تخريج هؤلاء من برنامج الدورات المهنية الحياة عمل بنسخته العاشرة لأن الإنسان محور الاستثمار بحفل فني وتكريمي شهدته السلطة المحلية بوادي حضرموت تقدم بالشكر لراعي هذه المسسة وممونها وقوام من قوامات هذه المسة الشيخ أبو فيصل عبدالله بنشان على اهتمامه بأبنانا في حضرموت عامة لينخرطوا بهذه الدورات في مجال سد الفيوة الميلي من احتجائي في وادي حضرموت ساهم هذا البرنامج باقتلع آفة البطالة عن أكثر من ألفين مستفيد بداخل محافظة حضرموت عبر حزمة من البرامج والدورات المهارية والحياتية تكسبهم لقمة العيش وتمنع عنهم البطالة وحمايتهم من الانزلاق نحو التطرف والمظاهر المنحرفة ونفخر فعلا ونعتز به نحن في مؤسسة حضرموت الانمية بشرية عدد المستفيدين من برنامج الحياة وعمل في نسخة العاشرة 103 مستفيد وبهذا يكون إجمال عدد المستفيدين من برنامج الحياة عمل في جميع النسخ العشر تجاوز 2450 مستفيد ومستفيدة في جميع مجالات الدورات المهنية والتغانية والفنية وبأصوات الشهر الشعبي والقصائد الانشادية وأبريت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية حققت لهؤلاء الخريجين من الدفعة العاشرة آمالهم وطموحاتهم برفدهم لسوق العمل بمهارة منتجة نشكر كل من ساهم في نجاح هذه الدورة فنحن فرحانين واستفدنا كثير من الخبرات في مجال العمل ونحن الآن نعمل في بيوتنا ونقصي وندخل دخل يساعد أسرتنا بدءا بعض المنتجات وخرجين إلى سوق العمل وإن شاء الله العمل تستمر الحياة عمل ثروة حقيقية لكل وطن يكمن في مهارة أبنائه فالمساهمة في تحسين سبل العيش يتطلبه كل فرد في المجتمع في ظل أزمة سياسية ألقت بظلالها سلبا على ظروف اقتصادية للمواطنين وهو توجه للصواب دابت عليه مؤسسة حضرموت تنمية بشرية للتمكين الاقتصادي المرض لسعائقا عن تحقيق الأهداف بل دافع في كثير من الأحيان لتحقيق إنجازات أكبر في هذا التقرير نتعرف إياكم مشاهدين الكرام على قصة شاب مثابر لم يمنعه المرض من مواصلة تعليمه الجامعي وتحقيق أهدافه الشخصية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي متجاوزا إصابته بالفشل الكلوي يصر الشاب أحمد ماجد الصانع على رسم مستقبله المشرقة وإكمال دراسته الجامعية في قسم الهندسة بجامعة حضرموت بتفوق على الرغم من تردده على قسم غسيل الكلاب مستشفى الشحر متحديا مرضه بعزيمة صلبة وابتسامة حديدية ولسان حاله يقول الفشل الكلوي لا يعني الفشل في الحياة المرض ما كان معيق أبدا عن إكمال المشوار الدراسي في الجامعة وبإذن الله نتخرج ونشير شيء كبير لكن مع الأسف أحتاج لعملية زراعة بإذن الله لكن الظروف ما تسمح أن يقدر نسويها قريب لكن الله يكتب ونسويها الشاب أحمد الصانع يطمح أن يعيش حياته بشكل طبيعي ويتوجه إلى معترك الحياة العملية بعد التخرج ويجري عملية زراعة الكلة التي لا يستطيع تحمل تكاليفها الباهضة فهو بحاجة إلى من يقف بجانبه من أصحاب الأياد البيضاء والمساهمة في طي صفحة المرض بشكل نهائي والتوجه نحو بناء مستقبله وتحقيق أهدافه أحمد ماجد الصانع هو أحد الطلاب المجتهدين في دراسته فلم يمنعه المرض من استكمال دراسته وهو أمام مستقبل كبير بحكم أنه طالب هندسة عيش أحمد ماجد الصانع حياته طبيعي فهو بحاجة إلى زراعة كلا في الدول الخارجية بحكم أن تكلفة العملية باهضة فهو لا يستطيع إلى جراء العملية استشعارا للدور الإنساني لمركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام احتفت الطواقم العاملة بمناسبة مرور عامين على تشغيل المركز وتكريم الجهات الخيرية المانحة المشاركة في دعم وتشغيل مركز الشحر ومساهماتهم الجليلة في تخفيف الأعباء وتقريب المسافات للمرضى من مديرية الشحر ومن المديريات الشرقية المركز كان نحو على سبع مكاين بحوالي 38 مريض وصلنا اليوم لله الحمد إلى عشر مكاين وثمان مكاين موجودة إن شاء الله بدل الله ستركها في القريب العاجل وصل عدد المرضى إلى الآن حوالي 70 مريض من مختلف مديريات المحافظة مديرية الشحر ومثلا من الريان والغيل والشحير وغيرها من أيضا مناطق الشرقية إلى الريدة وقصعر وأيضا إلى غير بنيمين ما كان لهذه الإنجازات النوعية أن تكتمل لولا العزيمة المتفانية التي قدمتها الطواقم العاملة في الرعاية العلاجية للمرضى والتطوير المتواصل للمركز مشاهدين الكرام نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى والتي تتضمن تنبيهات لصيادين وملتادية البحر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم النشرة إليكم تذكير بأبرز العنوين لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تتابع تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا وما يمكن اتخاذه من إجراءات محافظة حضرموت يطلع وفد وزارة الداخلية على البناء والعمار للجيش والأمن بعد عملية تحرير الساحل من الإرهاب عشرة أعوام من الحياة عمل تمكيناً للشباب اقتصادياً ودفعهم لسوق العمل الشاب أحمد الصانع لم يمنعه المرض من مواصلة تعليمه الجامعي وتحقيق أهدافه الشخصية إلى هنا نكون وصلنا وإياكم مشاهدين إلى خطا من نشرتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي أتحضرموت تيبي في أمان الله